أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة نبدأها بأبرز العنوية الانتقال يقر بنهب حاويات أموال تابعة للبنك المركزي ويزعم تسليمها للقوات السعودية تتحدث صحيفة العرب الجديد عن صحفي اليمن عام آخر من القتل والسجن والذل ومن أخبارنا المنوعة مؤسس أمازون يتصدر قائمة مليار ديرات العالم أهلا بكم أقرأ المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات كما قال موقع المصدر أونلاين بسطو مسلحه على نحو 18 مليار ريال يمني تابع للبنك المركزي بعدن مؤكدا أنه سيسلمها لقوات الواجب السعودية وكان مسلحون تابعون للانتقال يقودهم أوسان العنش لاقتحموا يوم الأربعاء ميناء الحاويات بعدن وصادروا أربع حاويات تحتوي على أموال تابعة للبنك المركزي اليمني ونقلوها إلى معسكر جبل حديد الذي يقوده رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وقال المتحدث باسم الانتقال لديزار هيثم إن الأموال التي تم التحفظ عليها ستسلم إلى قيادة قوة الواجب 802 السعودية في العاصمة عدن وزعم متحدث الانتقال أن عملية الاستيلاء على الأموال جاءت جنبا لتسليمها إلى من وصفها بمجموعة الفساد التي تديرها الحكومة الشرعية في المقابل لم يصدر عن الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني أي تعليق على حادثة نهب الأموال وزعم الانتقال تسليمها للقوات السعودية ننتقل الآن إلى مطالعة مقالات الرأي في الشأن المحلي والعربي والدولي ونبدأ بالشأن المحلي ونطالع مقالة للكاتف فتحي باللازرة نشره في صفحتي على الفيسبوك أعيد نشره في موقع صنعاء أونلاين تحت عنوان في عدن يتم ركل الانتقالي وجاء في المقال ما يحدث في شبوى مغامرة غبية لن تجد أي أثار على الأرض ويمكن فهم الأمر باستدراك بسيط مفاده أن اللاعب الكبير الذي أزح أكثر من 30 ألف مقاتلين من آخر نقطة بأطراف العبر بمحافظة حضر موت وصولا إلى جولة الرحاب بخور مكسر خلال يوم واحد لن يسمح بعودة الأمور إلى نصابها السابق خصوصا وأن ثمت اتفاقا سياسيا وقع ويجب أن ينفذ ما يحدث في شبوى اليوم من الغباء تسطيح وقاعه على أن الأمر له صلة بشخص قتلا قبل أشهر أو أنه حملة يقودها لعكب أو خلافه كبروا الصورة وراجعوا الأحداث وستفهمون أن هناك اتفاقا سياسيا اسمه اتفاق الرياض ويجب أن يطبق ويواجه الكثير من العثرات وفي سبيل ذلك كل الأطراف تحاول تعزيز مواقعها التفاوضية لا أكثر ويضرب الكبار كل طرف بما يرونه مناسبا لتنفيذ الاتفاق في عدن يتم ركل الانتقالي عبر حرمان قوته من الرواتب والكثير من الضغوط الأخرى فيرد الانتقالي باستقبال الكثير من القيادات العسكرية ويرفع لوحة على معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية وفي اليوم التالي يتم تنخيسه وإنزال اللوحة واستجلاب قيادات أخرى ومحاولة رصف الأرضية بشكل كامل وعلى جانب الشرعية تواصل الشرعية مماطلة الانتقالي واستنزافه وحينما يطول أمر الاستنزاف يتم ركلها في شبوة عبر عملية مثل التي تحدث في لقموش دفعا لها لتقديم تنازلات لتنفيذ اتفاق الرياض لذلك لا تتعبوا أنفسكم بالتنظير والتحليل والتفسير والاعتقاد بأشياء لا وجود لها الكبار يلعبون فقط ويضربون هذا هنا وذاك هناك ولن يحدث شيء أكثر من أن عددا من الضحايا المساكين في شبوة سيلقون حتفهم وسيمضي الجميع لاحقا إلى ما هو مرتب له دخلت القاعة ومحمد ذو الخمس يرسم وجها مموها سألته ماذا ترسم؟ فرد قائلا كما ورد في موقع المشاهد نت هذا أبي قتل قبل شهر من الآن تجمع إلى جانب محمد عشرة أطفال جميعهم دون العاشرة من العمر لشرح لوحاتهم المماثلة في المعرض الذي خصص لآبائهم الشهداء علياء وهي إحدى الفتيات اللواتي ينظمنا الورشة الملحقة بالمعرض قالت للمشاهد نت هذه اللوحات عبارة عن رسومات وجدانية لأبناء الشهداء الذين قتلوا أثناء ثورة فبراير 2011 وأطفالهم في الثالثة من العمر تضيف علياء أنها تجربة لامتصاص أحزان الأطفال وأوجاعهم بقصد تنمية الشخصية المسالمة في الطفل الذي فقد والده وبالتالي الحد من العدوانية التي قد تتسرب إلى أعماقه محمد حميد أستاذ في قسم علم النفس بجامعة تعز قال في حديثه للمشاهد حين ذهبت أقرأ اللوحات باحثا عن قاسم مشترك يجمع بينها وجدت أن اللون الأحمر هو القاسم المشترك الكبير بينهم بل جميعهم استخدم هذا اللون أما الملاحظة الثانية وفق محمد أن معظمهم لم يستخدموا الألوان الفرائحية بل جاءت الألوان المعتمة في الدرجة الثانية بعد الأحمر الذي تلاه الأسود والبني والرمادي ثم تدرجت بعد ذلك بقية الألوان بحسب الموقع بوست فقد أثار فنان يمني استياء سعوديين أعربوا عن رفضهم استضافاته في حفل غنائي له في مدينة جدة فيما أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه التركي آل الشيخ التحقيق في الضجة المثارة حوله البداية كانت بتداول مستخدمي تويتر مقاطعة من أغاني سابقة للفنان اليمني صلاح الأخفش قالوا أنه أظهر خلالها تعاطفه مع جماعة الحوث عبر مهاجمته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وفي وقت لاحق سأل سعوديون رئيس هيئة الترفيه عبر تويتر كيف أصبح كل من يسيء لنا تتم دعوته وتكريمه فرد آل الشيخ قائلا شيء غير مقبول تماما وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم وكان الفنان اليمني قد قال في مقطع فيديو أنه سيشارك في إحياء حفل غنائي على هامش مهرجان أنغام الترفيهي في الثاني من يناير الهيئة العامة للترفيه السعودية تنظم مهرجان أنغام في حي الوزيرية بجدة الذي يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة من بينها عروض حية فلكلورية وتراثية وفي الشأن الداخلي أيضا نطالع في موقع يمن بويس مقالة للبروفيسور أيوب الحمالي بعنوان إما أن نعيش معا كإخوة وشركاء أو نموت معا كأعداء أغبياء وجاء في المقال الحرب عطلت النشاط الاقتصادي للبلاد بشكل عنيف فانخفض الدخل القومي إلى ما يقارب 24 مليار دولار أي بنخفاض يصل إلى 12 مليار دولار عن 2014 وتوقفت صادرات النفط والغاز وزاد أن البنية التحتية تدمرت مما علق الخدمات العامة الأساسية فقدان إيرادات النفط والغاز أدى إلى نقص حد في العملات الأجنبية ما أدى إلى توقف البنك المركزي اليمني عن توفير النقد الأجنبي للواردات الأساسية ودفع رواتب القطاع العام مما زاد من التضخم إلى أكثر من 25% في عام 2018 ظهرت لنا بواجر وأمل بسيطة حيث بدأ الاقتصاد اليمني في ظهار علامات الاستقرار البسيطة مدعومة بمساعدة ميزان المدفوعات من المملكة العربية السعودية والانتعاش التدريجي لإنتاج نفط والغاز وبشأن 2020 فتعتمد المرحلة القادمة بشكل كبير على الوضع السياسي والأمني والذي إذا استقر نسبياً فينعكس إيجابياً على الوضع للاقتصاد الكلي الذي أصيب بنكسة بسبب تصاعد العنف في عدن في نصف الثاني من العام 2019 وقرارات سلطة صنعاء الأخيرة بخصوص العملة مختصر السنة بتكرار ممل أن الشعب اليمني تعب ودفع الكثير من أجل القليل والقليل أن تكون معه دولة لا يخجل بها في المطارات أو يعاني لحمله اسمها لذا يجب أن يجعل هذه الحرب هي الحرب الأخيرة بتاريخه الحديث لا يبدو مرور الأعوام بعثاً للتفاؤل بالنسبة للصحفيين في بلد كاليمان فعلى مدى أشهر العام المنصر تقول صحيفة العرب الجديد اتسعى نطاق الانتهاكات بحق الحريات الصحفية وأضيف إلى سجل المنتهكين خصوم جدد خلال سنوات الحرب التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحليفهم السابق علي عبدالله صالح من العام 2014 بقي الصحفيون في البلاد أهدافاً دائمة من كل الأطراف المحلية تقارير حقوقية محلية أبدت تحذيراتها من توسع خارطة توزيع الانتهاكات في البلاد لتشمل كل المناطق من دون استثناء إحصائية غير حكومية أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي واطلع عليها العرب الجديد قالت إن إجمالي الانتهاكات المرصودة منذ عام 2015 بلغ نحو 2161 انتهاك أما أكثر الجهات عداء للصحفيين فعلى رأسها ميليشيا الحوثي بـ 1725 انتهاك فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دولياً 152 انتهاكاً وتوزعت البقية على جهات متعددة ومجهولين تضيف الصحيفة أن المجلس لانتقال الجنوب المدعوم من الإمارات انضم إلى قائمة المنتهكين بحق الحريات الإعلامية بعد سيطرته على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الكاتب علي محمد فخر يتحدث في صحيفة الخليج عن أسئلة الآخرين وأسئلتنا ويقول في جزء من المقال في العالم المتقدم سواء في الغرب أم في الشرق يتحدثون بمناسبة نهاية سنة والانتقال إلى سنة جديدة عن تغيرات هائلة تطرق أبواب مجتمعاتهم ثم يردفون ذلك بمناقشات حول سبل التعامل مع تلك التغيرات إنهم يتحدثون عن اختفاء صناعات تقليدية عديدة سيتخطاها الزمن تماماً كما حدث مثلاً لشركة كوداكا الأمريكية الأهم والأكبر لصناعة الصور الورقية عبر العالم كله خلال القرن الماضي عندما حلت محلها وسائل صور السيلفي الإلكترونية الحالية إنهم يتحدثون عن اختفاء شركات تاكسي عندما تحل محلها سيارات الأجرة الأوتوماتيكية في المستقبل القريب والتي ستنقل البشرة إلى حيث يريدون وتستلم منهم الأجرة من دون حاجة إلى سائق بشري يقودها مع هذا التحول سيزول النظام التأمين على حوادث السيارات بالكامل إنهم يتحدثون عن الذكاء الصناعي الذي سيجعل الحاجة إلى مهن مثل المحاسبة أو الاستشارات القانونية أو بعض الاستشارات الطبية غير مطلوبة إذ ستحل الوسيلة الإلكترونية الرقمية محل الكثير من تلك المهن بمثل تلك التغيرات وغيرها الكثير ستحصل انقلابات هائلة في فرص ونوع العمل بحيث تكون هناك حاجة لإعادة تأهيل الملايين من القوى العاملة وإعادة النظر في النظامين التعليمي والتدريب برمتهما من المعتاد سماع الناس أخبار وقصص بر الوالدين والتفاني من أجل إسعادهم وماذا أن أجهزة الأمن السعودية انشغلت بقصة رجل كما أورد موقع الدي دباليو اتهم أمه بتمويل الإرهاب وجند آخرين ليعزز اتهامه لها حيث أكملت النيابة العامة في السعودية تحقيق مع مسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ورجل أعمال متهمين بالاشتراك في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة رجل الأعمال بعد زعمهما أنها تمول أنشطة إرهابية وتتعاون مع حزب إرهابي خارج المملكة رجل الأعمال أيضا دفع رشوة قدرها أربعة ملايين ريال لمسؤول بارز بغرض إدراج والدتها على قائمة الترقب والقض النيابة العامة قررت إحادة القضية للقضاء وأخضعت رجل الأعمال للتحقيق في القضية ليتضح أنه أراد حبس والدته كونها كانت تطالبه بسداد شيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في أعمال تجارية ضمن شركة عائلية بينهما وأوضحت مصادر أن رجل الأعمال أقر بتقديمه بلاغا ضد والدته إلى الجهات المختصة لكنه أنكر تقديم رشوة مقابل القض عليها صحيفة الشرق الأوسط قالت إن مؤسسة شركة أمازون جيف بيوسز أنهى عام 2019 في صدارة مؤشر وكالة بلومبرغ للمليارديرات بثروة تقدر بـ 115 مليار دولار متفوقا على مؤسس شركة مايكروسوفت بيلكيتس الذي بلغ ثروته نحو 113 مليار دولار كان من المتوقع أن يفقد بيوسز المركز الأول إثر خسارته 10 مليار دولار بعد دفع تسوية طلاقه من زوجته السابقة ماكينزي بيوسز فيما احتفظ بنسبة 75% من أسهم أمازون واستحوذت طليقته على النسبة المتبقية وكان بيلكيتس قد أطاح لفترة وجيزة ببيوسز من الصدارة في نوفمبر بعد انخفاض أرباح أمازون بنحو 28% عن العام السابق بينما ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 48% بيوسز واجتس ورجل الأعمال الفرنسي برنا أرنو كانوا المليارديرات الثلاثة في القائمة التي تجاوزت قيمة ثرواتهم 100 مليار دولار القائمة جاء بها أيضا رجل الأعمال الأمريكي وارين بايفت ومؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ في المركزين الرابع والخامس بينما قدرت ثروة المرأة الوحيدة بين العشرة الأوائل جوليا فيلشير كخ أرملت رجل الأعمال ديفيد كخ بـ 62 مليار دولار من الحياة البرية والحيوانات المختلفة جاءت هذه الصور التي قالت صحيفة الجارديان البريطانية حين نشرتها بأنها الأفضل للقطات الحيوانات خلال عام 2019 إلى صور في آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتور والتي تعبر عن قضايا عديدة نتابع بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء